موسيقى الحقيقة نشاطي في المغرب هناك هناك أشياء أو أنشطة بدأتها في المغرب قبل الاستقرار به والتحديد ما يتصل بالعمل النقابي لأنه لأنه أنا في خلال دراستي في القاهرة التقيت بالأستاذ جمال البناء أستاذ جمال البناء منظر نقابي وباح حاثة ومترجم هو الشقيق الأصغر لحسن البناء هو ليس من جماعة الإخوان المسلمين لكن هو يكون احترام كبير لحسن البناء وبيعتبره أنه هو مربي مربيه يعني الكبير وطبعا إلى جانب تقديره لوالده لأنه له كتاب اسمه أظن رسائل حسن البن الشاب إلى أبيه فهو أيضا تقديره لوالده كبير جدا والده هو اللي خرج أحاديث الإمام بن حنبل في الكتاب المشهور الفتح الرباني للبعض قال ما كنا نحسب أن هناك من يقدر على مثل هذا في هذا العصر واختها كان يكتب هذه الأمور كلها بقط اليد أنت تحدث عن نشاط في العشرينات والثلاثينات يعني قبل أنه المطبع تتساه فتعرفت علي هناك وتعرفت عليه بالصدفة لأنه كنت أشتري يعني اللي عرفني عليه من يعمل في المكتبة التي كنت أشتري منها كتبي أو إحدى المكتبات اللي أشتري منها الكتب فوجد أنه أنا أخذت بعض الكتب لجمال البناء أخذت منها عنسخ متعددة كتاب أظن روح الإسلام كان اسمه فهو الذي رتب لقاء اقترح لقاء والتقيت به ونشأت بيني وبينه من عام 1980 علاقة خاصة جدا جدا يعني وأنا كنت بمثابة الإبن له يعني أتصور وكنت أعزه مع عزة كبيرة جدا وما عرفت عنه إلا كل خير الحقيقة قد نختلف معه في بعض الآراء المعينة قد نستجنها لكن أنا شخصيا لا أزكع الله أحد لكن أعرف تقوى الرجل والبعض وصفوه بأنه جريء يعني حتى من وصفه بجريء لا أدري إذا كان الأستاذ العوة هو لو وصفه بأنه جريء أو أبو المجد أظن الأستاذ العوة يعني لم يرد أن يقول شيء جارح فقال أنه جريء مثل بعض فتوى له بأنه يمكن أنه التدخين لا يفطر يعني وقال لي أنا يعني أخيصه على البخور والبعض يرى أنه لا يفطر يعني إحنا استطردنا كثيرا في الحديث عن جمال البنة لكن المهم أنا كنت مدعو إلى هذا المؤتمر اللي كان رعاه الاتحاد العام للشغالين اللي هو نقابة وطنية على المستوى الوطني استقلالية التوجه يعني أعضاءها من حزب الاستقلال نعم عبد الرزاق أفلال نعم وآخرين منهم العربي القباج ومحمد الشراط وآخرين يعني وكان أيضا بن جلون كان هو الكاتب العام للتعليم أظن في هذه النقابة نعم فكلهم تربطن فيهم علاقات مودة الحقيقة فهذا كان في 86 فبدأت العلاقات من ذلك الوقت وكان في زيارة أقرى بعدها يمكن في 89 وبعدين جئت واستقريت هنا فالعلاقة على الصعيد النقابي قبل ومجيئي للمغرب يعني كان فيه أكثر من تطور أولا إحنا جئنا في التسعين أنا في ال91-92 أصبحت أدرس في كلية الحقوق وعلاقتي مستمرة الآن بهذه الكلية وأيضا امتدت إلى علاقتي بكلية الأداب حيث شاركت في الإشراف على أكثر من أطروحة بكلية الأداب هنا في الرباط هذا نشاط طبعا بدأ في المغرب والمغرب هو اللي مكنني منه نشاط آخر أيضا له علاقة بالقضية الفلسطينية أيضا ولد في المغرب اللي هو المؤتمر العام لصد القدس اللي أنا بزلت جهود يعني في تأسيسه منذ عام 97 اقتضى حوالي يعني قرابة الـ 15 عام في عام 2011 أو 2010 إلى أن تم استكمال التأسيس والعقد المؤتمر التأسيسي في كوالا لنبور حضروا مهاتير رئيس مهاتير أطال الله في عمره والرئيس سوار الدهب رحمه الله وشخصيات وازنة أخرى هذا أنا كنت أنطلق من المغرب وهذا نشاط مستقل يمكن البعض كان يحسب أنه هذا النشاط محسوب على المغرب يمكن كان يعتبر أني أنا يعني البعض يعتبر هذا يعني أنا كنت في دمشق أكثر من مرة كنت ألاحظ أنه يكون هناك تغطية للأخبار الخاصة بزيارتي للمغرب لدمشق وكانت منها لقاءات مع القيادة القومية مع المفتي مع نقابات العمات لكن توضع إلى جانب أي خبر عن المغرب وكأنه يعني كأنه هذا نشاط مغربي شايف البعض يتصور هكذا البعض يمكن كان يتصور أنه المؤتمر عن القدس مدفوع من فتح البعض كان يتصور أنه مربوط بأنشطة معينة لهيئات إسلامية أو منظمات إسلامية وهذا كله غير صحيح هذا الحقيقة كان عمل مستقل أنا كنت أؤمن أنه أهمية هذا العمل اللي هو شبكة أهلية على مستوى العالم الإسلامي وإلها امتدادات خارج العالم الإسلامي في استقلاليتها وفي عدم الدخولها في أي وكان المؤتمر التأسيسي الذي عقد في كوالنبور كان من الممكن أن يعقد في المغرب وأنا استلمت رسالة في حينها من عبد الرحمن اليوسفي رئيس الحكومة في ذلك الوقت يبلغني فيها بموافقة جلالة الملك محمد السادس على إنعقاد هذا المؤتمر في المغرب لكن حصل تطورات معينة سياسية وبالتنسيق مع شخصيات مغربية مسؤولة تم التأجيل إلى أن رؤيا فيما بعد أنه يعقد في يعني أنه ما في مانع يعقد في الخارج بس كان ممكن أن يعقد هنا وأنا في حادثة يعني نسيت أذكرها أنا قلت لك أنه يعني عندما سألتني عن اللقاء مع الحسن الثاني أنا كان في لفرصة الحقيقة للقاء مع جلالة الملك محمد السادس في حياة جلالة الملك الحسن الثاني كان وقتها وليا للعهد ودعا والدي إلى العشاء وأيضا تم الدعوتي لأرافق والدي في هذا العشاء فكنت أنا مع والدي وكان مولاي رشيد الأحمد العلوي كان موجود وطبعا أنت تعرف مزاح مولاي أحمد وكان سي أحمد بن سودة وفي ذلك الوقت الحقيقة كان عشاء في قصر جلالة الملك في سلة له ما زال الآن موجود والحقيقة يعني أنا لاحظت التبجيل الكبير والاحترام البالغ الذي كان يوليه سيد محمد هنا كان وليا العهد لسيد أحمد بن سودة وكان له مظاهر كثيرة في طريقة التعامل وعندما خرجت يعني وسألت الوالد يعني وقلت له هذا رفت نظري قال لي لأنه أستاذه ودرسه درسه فمن التقاليد هنا هكذا أنه معاملة الأستاذ بهذا الشكل وأنا طبعا بعدين تباين لي أيضا أنه التقدير كبير كان لسي أحمد بن سودة من جلالة الملك محمد السادس بشكل خاص فإذن المؤتمر عامس القدس هو نشاط لا أظن أنني لو كنت في بلد عربي آخر كان أستطيع أني أتحرك بالشكل الذي كنت أتحرك فيه كمواطن مغربي وفلسطيني في المغرب حتى في كثير من المقالات التي صدرت من الوالد ضد أسلو الموقف الرسمي المغربي لم يكن ضد أسلو لكن الوالد كان ضد أسلو بشكل صريح ونشرت مقالات هنا يعني في الصحف في الصحافة المغربية أيضا لم يكن هناك من يمنع هذا فإذن يعني تحدستك أنا عن نشاط الأكاديمي ويأتي النشاط الجامعي لأنه تأسيسي أيضا لمؤسسة خالد الحسن مؤسسة خالد الحسن يعني البعض أنه يتصور أنه لها يعني ميزانية ضخمة الحقيقة ليس لها ميزانية لا ضخمة ولا غير ضخمة هي يعني كانت كانت تسير بهمة الشباب من الجامعي وغير الجامعي اللي منضوي في أنشطتها ومن التسهيلات التي كانت تقدم إلى المتعاطفين معها طبعا كان لها بعض الاتفاقيات مؤسسة خالد الحسن مع بنك التنمية الإسلامي مع الإسسكو مع الجامعة المغربية هذه كلها أمور كانت تسهل تتيسر مثلا أماكن الإنعقاد أحيانا الإقامات لبعض المشاركين احنا لم نكن لم نعتد أبدا أنه يعني يمكن نادر إلا في حالات نادرة جدا وبكمية وبمبالغ رمزية جدا أنه نعطي مكافآت كنا نعطي مرة عطينا أظن لمكافآت لبعض الشباب مكافآت بسيطة كنا نتكلم عن 200 دولار شيء منها القبيل يعني 100 دولار لأبحاث مقالات بسيطة معمولة من 300 كلمة 500 كلمة شيء منها فهذا كلها يعني تسهيلات كانت تسيير بالبركة اللي موجودة في المغرب ضمن هذا عقدنا مؤتمر كانت تحت عائد جلالة الملك محمد السادس كانت فاتحة هذه المؤتمرات عن حالة الأمة في قرن ونقشنا فيها تقرير أمتي في قرن اللي نشر مركز الحضارة في خمس مجلدات فناقشناه في جلسات موسعة عقدت في الإسسكو هذا كان من فاتحة الأنشطة وبعدها عقدنا كمان حوالي تسع مؤتمرات عشر مؤتمرات اللي هو أصبح اسمه المؤتمر العلوم الإنساني والاجتماعي للشباب للباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا والمؤتمر الأخير عقد قبل كورونا قبل الإغلاق بفترة بسيطة كان خصص بمناسبة مرور 25 سنة على رحيل خالد الحسن اللي هو بتحمل مؤسسة اسمه لدراسة فكره وحضرت إليه شخصيات وازنة من خارج المغرب وداخل المغرب وعقد في مبنى رئاسة الجامعة في سويسي وأظن كنا موفقين يعني في في هذا المؤتمر بهمة الشباب يعني وحضورهم فهذا هاي الأنشطة كلها ضمن المؤسسة أظن يعني إلى حد ما ترسي أعراف فكري و مسلمات فكري وقناعات فكري أظن تبلور لمدرسة آمل أنه يكون لها ما بعدها في يعني في مستقبل الأيام هذا بتصور من أهم الأشياء اللي اللي جرت وأنا لا أدري إذا كان سيكون في العمر بقية لأنه هذه الأمور يعني تستثمر بشكل أكثر مردودية على الصعيد العربي وبشكل خاص على الصعيد الفلسطيني وآمل أن نلتقي قريبا يعني أنا وإياك ونتحدث في مثل هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر